من جديد أهلا بكم مشاهدينا وهذه المرة في جولة على الصحف نبدأها بمقال إياد الدليمي في العرب الجديد بعنوان العراق الزرفي والفيتو الإيراني استعرض فيه رفض القوى الشيعية العراقية لتكليف عدنان الزرفي برئاسة الوزراء وتساءل لماذا تخشى إيران من الزرفي وهل هو فعلا رجل الولايات المتحدة في العراق الذي تسعى من خلاله واشنطن إلى تغييد قواعد اللعبة السياسية في العراق أشار إلى أن إيران ترى أن من أهم مكامل قوتها في العراق الميليشيات المسلحة التي تناور من خلالها وتشاغل الولايات المتحدة وهي تعرف جيدا أن شخصية الزرفي لن تحافظ على وجود هذه الميليشيات وأضاف بالتالي فأن غياب القوى العسكرية التي كانت تتمتع بها إيران من خلال الميليشيات سيعني خسارة نفوذها الأهم في المقابل نقل الكاتب أن الزرفي فتح خطة صال سريا مع السفارة الإيرانية محاولا تليين موقفها الرافض لتكليفه وربما ينجح في ذلك خصوصا أن إيران تدرك أن الوقت ليس في صالح أحد وليس في صالحها أما في صحيفة المدن الإلكترونية كتب أنطوان ناصر الله مقالا بعنوان حالة الطوارئ لمزيد من القهر انتقد خلاله السلطة في لبنات التي تستغل حاجات المواطنين ومطالبهم الملحة لكي تتمكن من استعادة المبادرة وترسيخ نفوذها وقال منذ انتشار كورونا علت أصوات مطالبة بضرورة إعلان حالة الطوارئ وكالعادة التقط بعض من في مركز القرار الفكرة وراحوا يطالبون بفرضها ليس خوفا على صحة الناس وإنما لتصفية حسابات سلطوية وفيما استعرض مدى قانونية فرض حالة الطوارئ في حالة انتشار الأوبئة قال ان الحجج القانونية والإدارية كثيرة للعدول عن فكرة إعلان الطوارئ التي لن تقدم أو تؤخر في حال إقرارها وإنما ستزيد معاناة أرباب العمل والفقراء وستدخلنا بمزيد من النزاعات الدستورية والقانونية بالانتقال إلى تفشي وبا كورونا نقرأ في فورين بوليسي مقالا بعنوان على إسرائيل وقف كارثة تفشي كورونا بين الفلسطينيين يشير إلى تفاقم التحديات التي تواجه الفلسطينيين اليوم في ظل الاحتلال الإسرائيلي وإعاقة التنمية الاقتصادية اعتبر كاتب المقال أن إسرائيل بصفتها القوة المحتلة في الضفة الغربية وغزة تتحمل المسؤولية الرئيسة لضمان حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها في حين أشار إلى أن الفيروس لا يهتم بالحدود أو الجغرافية السياسية شدد على ضرورة أن توقف سلطات الاحتلال اقتطاع أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من تأمين المستنزمات الطبية اللازمة والتي بدونها سيخرج الوضع عن السيطرة والتداعيات ستطال المنطقة بأكملها وفي صحيفة القارديا البريطانية كتبت أنا ستافر يانيكيس بعد مرور خمس سنوات بريطانيا لا تزال متورطة في حرب اليمن حيث وجهت انتقادات الاستمرار للحكومة بتوفير الدعم العسكري والتغطية الدبلوماسية للتحالف الذي تقوده السعودية وقالت بما أننا اليوم في بريطانيا نحاول تمتين التضامن الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا سيكون من الجيد أيضا النظر في دور بلادنا في الأزمات كتلك الموجودة في اليمن وفيما أشارت إلى ادعاء الحكومة البريطانية عدم معرفتها ما إذا كانت هجمات التحالف غير قانونية اعتبرت الكاتبة أن ثمت شيئا مشتركا بين الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع الجدل حول تصدير الأسلحة واستجابتها لوباء كورونا وهو الرغبة في عدم المعرفة أما صحيفة نيويورك تايمز فاختارته من خلال تقرير بعنوان في الخطوط الأمامية ذعر من الفيروس ممرضون يموتون وأطباء يصابون تسليط الضوء على مأساة الطاقم الطبي في مدينة نيويورك التي يصيب فيها أكثر من ثلاثين ألف شخص بفيروس كورونا يقول مايكل شورتس معد التقرير يقول إن تأثير الفيروس بدأ ينعكس على من هم في أمس الحاجة لمكافحته الأطباء والممرضات في غرف الطوارئ ووحدات العناية المركزة يشعر الأطباء بالذعر مع تزايد أعداد زملائهم المصابين كما في ظل نقص المعدات الطبية يخشى الممرضون والأطباء من العدوى ويذكر أحدهم أنه طلب منه تسليم كمماته وقناعه في نهاية مناوبته ليتم تعقيمهما وإعادة الاستخدام كما يطلب من آخرين تخزين أقنعاتهم بكيس تقول إحدى الممرضات لا أصدق أن هذا يحدث في الولايات المتحدة ننهي هذه الفقرة فقرة الصحافة بالكركاتير ترجمة نانسي قنقر